شهدت الأمم المتحدة في نيويورك انطلاق أعمال الدورة الخامسة والستين للجنة وضعية المرأة التي بدأت في الخامس عشر من مارس الجاري وتستمر على مدار أسبوعين بمشاركة مصرية نشطة من جانب المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تعقد هذه الدورة هذا العام عن طريق الوسائل الافتراضية بشأن المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذها القرار في الحياة العامة من جهتها استعرضت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في مجال تمكين المرأة وأشارت إلى نجاح مصر في تقديم قرار مهم عن تعزيز الاستجابة السريعة لتدعية الجائحة على المرأة اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق